شوفوا يا حوثة مسألة فتح الطرق مسألة إنسانية مش حمى انتخابية مسألة إنسانية طالما في هدن والحرب متوقفة وفي عملية سلام سواء كانت وهمية أو حقيقية إلا إنه هناك جانب إنساني فتح الطرقات ومبادرات مأرب من جانب أحادي هذه الأمور لا لا تسمى ضعفا عد في أسود أسود يا حوثة ورب الكعبة إن توفر فقط قرار سياسي حقيقي مستقل وقرار عسكري حقيقي أقسم بالله ما أبا تقوم لكم قائمة لا تأخذكم العزة بالأثم طالما في أمثال اللواء عبد الكريم عوبل السبعي فوالله لن تحكموا اليمن حتى لو يعترف بكم العالم كله سمعوا ماذا قال أولا عبد الكريم عوبل السبعي قائد اللواء الثالث عروبة قائد جبهة مران الذي كنت أنا أحد جنود ولي الفخر في جبهة مران سمعوا ماذا يقول الحمد لله والسلام على رسي الله الحمد لله والسلام على رسي الله شوف يا حودي شوف يا حودي أقسم لك بالله العظيم الذي لا إله إلاه لو يتحار معك العالم وأولهم السعودية أقسم لك بالله نشف لك وما أقبل عبار والله أقبل الكهيد لا تفرح بأي حاجة أفرح بموتك تعرف موتك؟ العاصفة والأبطال والقوات الخاصة وغيرهم وغيرهم والناس كلهم رجال بالميدان والأيام بينه وبيننا يوم شنقك شوف أرقنا هنا لأجل الله العقلة ما خرقنا لأجل يقوله فلان أو علان أو يقوله سننا نقاتل على حديث أو زعطان أحنا خرقنا لأجل واحد فيشهد الله لو تجيب للسحلية الأرض وما فيها أتخلي عن قتالك ما أتخلي وأني سأكبدك المر وأني لو يقوله لي يبقى وإذا يشتو حلار يبدو لي راسك والقبر حق أخوك الهالك وجميع المتحوثين أبيدهم إبادة هذا الخبر إذا يقوم بالسعودية أما أنا أتقاتل بالقعبة حقي والآلي وأتقاتل بسلاحك والله معنا وحسبنا الله ونعملوا كافرين أسرفنا في أبرنا وصبت أقدمنا ونصبع طوى كافرين والأبال هم بالميدان والأيام بالله عليكم يا حوثة بالله عليكم تريدوا أن تأخذكم العزة بالإثم وتتجاهلوا إن في رجال صادقين على الأرض تتجاهلوا إن طوال التسعة السنوات الماضية كان هناك عبث إقليمي ما عد في داعي نذكر مصدر العبث هذا احتراما لللواء عبد الكريمة السبعي فقط تمام لأنه لا زال مؤمن بهم ولا زال يعول عليهم أمانا والله ما عد أعول عليهم حتى بشسع معلي لا زال السبعي يعول عليهم لا أدري ما منخدع بهم أو يعني يرى بأنهم فعلا مع تحرير البلد من الحوثة أنا ما أعرف إيش الحكاية لذلك ما بأذكرهم بالأسم احتراما له لو لا عبث هذول الذي ما أذكرهم بالأسم الآن يا حوثة منذ تسع سنوات ودعمهم لمشاريع انفصالية وعفافيش وتشتيت الجهود والطاقة لكنتم في خبر كان أنتم ساعدتكم الظروف يا حوثة كل انتصاراتكم وهم في وهم عمركم من تصرتم بمعركة عسكرية حقيقية أبدا والدليل في دماج ضرطكم ضرات الدليل أيضا في مأرب ضحيتوا بعشرات الآلاف من الزنابيل وأنتم ممن يعبد الدرهم والدينار تريد أن توصلوا للباب الأسود للنفط وعجزتوا يعني من تمش رجال حتى إذا سيطرتم على تبة أو وادي أو منطقة تلغموها بآلاف الألغام تحافوا لأنهم تدروا أنكم ضعفة وجبنة وبلا مشروع ومشروعكم منبوض ومرفوض بذلك لا تقاتلوا الله من وراء جدر زيكم زي هذولك اللي ما يكسموش تمام مثلهم تعملوا الغام زي القدران حائط صب أمام حصمكم من تمش رجال واحد يمسك موقع ليش تلغم حوله مناش خائف أنت رجال تقدر تدافع على نفسك ليش يعني ما في الله بالكمائن والألغام منش رجال ما ابحققتم ولا نصر دخلتم كل ربوع اليمن بخيانة الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح والتحوثه وأوامر للقبائل والمشايخة الذي انتموا له وحزبة وقواعد حزبة أن يتحوثوا فتحوثوا وأفادوكم جاءوا من لا أريد ذكرهم وأطلقوا عاصفة تمام من أجل استعادة لمن من أحضان إيران أيضا ساعدوكم وعبثوا بدل ما يدوروكم أنتم رجعوا يدوروا قيادة الإصلاح يلقطوهم من داخل عدن غفيالات رجعوا يدوروا مشاكل بسقطرة مشاكل بعدن انقلاب بعدن طرب الرئيس هابي ضربوا الجيش بنقطة العلم المهم شمتوا خروا وملقطوا لا واش ما شاء الله شوفوا شوفوا على عرطات واحد يجي يقول لك أنا حليف معك بقى حالفك بقى ساعدك كشقيق وصديق حلف استراتيجي استراتيجي ما عد لنا أن هذا الحلف است مجيف ولا استراتيجي يجي يقول لك أنا حليفك فجأة يدخل إلى سقطرة أجي أنا أزور سقطرة كرئيس وزراء يقوم حليفي يقول لي إيش جابك إلى سقطرة كيف إيش جابني هذه أرضي أنت الله حليف وينقلب علي داخل عدم ويوصفني بالإرهابي يعني سمحنا له يتفرج دخل يرقص ويهز سمحنا له أنه يكون حليف زي ما يعني أردوغان وتركيا حالفوا أدربيجان وانتصرف على أرمينيا وزي ما حالفوا السرج بليبيا وانتصرو خلال أيام على حفتر هذا لا لا هذا يجي يتحكم بك حتى بقرارات الوزراء والمسؤولين والمديرين المديرية بكل شادة وواردة احتلال يعني وصاية مطلقة ففي ظروف ساعدتكم يا حوثة في ظروف ساعدتكم الحليف الذي لو كان صادق لو كان صادق أقسم بالله ما تستقر سبوع واحد وفي أمثال هذا السدعي والله ما تستقروا سبوع واحد لكن الحليف ما شاء الله عليها عرطة نعمة منزلة من الله عليكم المفروض أنتم تقولوا له عطوان نحن اللي نقول له عطوان نحن اللي عطعط والدينا وفككنا من صدق منتو إيراني يخلتكم كيان واحد عبد الملك لا أحد يعلو عليه ما فيش واحد عينه تعلو على حواجبه كلهم مؤمنين بقائدهم عبد الملك ومعه مزير الدفاع واحد وماشي أمورهم ومحنا حليفنا ما شاء الله عرطة يجي يعني يشارعك على كل شاردة وواردة مبهرر يجي يقول لك أنا حليف ويدخل لبهرر يجي يقول لك أنا جاي جاي إلا بس اتفرج أعاونك من بعيد وفجأي يدخل يرقص يرقص وقاله يقصي الحزب الفلاني ويمكن الحزب الفلاني ويشتي يرفض هذا وما يقبل هذا حتى بمعديه ما تحمله جزعه لأنه شي شغل معطة بلحاك شايفين على تحالف است مجيف استراتيجي هذا هو التحالف أنا أذكر تحالف ما أذكر اسم دول ما أذكر اسم دول حتى تكونوا في الصورة حتى الفندم عبد الكريم السبعي إذا وصلوا الفيديو ما يزعل لكوني أنه كنت أحد جنوده فيما مضى قبل أربع سنوات في جبهات مران عند رأسة لفعاء عقبة مران وكر القواد اللقيط عبد الملك البوتي أنا صراحة يا جمعة ما أقدر جامل نحضر الله أقول الحق أنتم يا حوثة أجالكم التحالف نعمة منزلة من الله نصركم نصرا مؤزرا وما حافظ عليه اليمنيين من أرض حتى الآن بعيد عن دنسكم يا حوثة والله لا يعود الفضل إلا على دماء اليمنيين أما الحلفاء الاست تراتيجيين ما قصرون قلابات ومشاكل عاملين اللي حروب بينية وقد عملوا لنا عشرات مردات عشرات الميليشيات كل واحد في فلك يسبح شتة الجهود والطاقات وسموا الجيش الوطني إخونج شمتوا خروا وملططوا خروا على كل المداهد ما قصروا ما شاء الله شكر الله سعيهم يالتهم يرفعوا أيديهم ورب الكعب النبات كن نهاية الحوثيين وفي أمثال هذا في سبعي الذي مستعد يقاتل بأدفة الإمكانيات وكان يغزل الحوثة إلى داخل مواقعهم قد الأفراد والأركانة تقولوا لرجع لك يا حاج رجع خلف نحتاجك أنت تتواصل مع القيادات العليا ويدخل إلى الجبهة يدخل إلى الجبهة لله دره ولله دره البطن الذي أنجبته هذا الرجل صندي التجرب حتى من حزبيته على سسكن محسوب على الإصلاح ألقى حزبيته هذه تحت قدامه وخلاص أصبح عنده لا عدو إلا الحوثي معركته معركة وطن والدين وعقيدة هذا اللي هو عبد الكريم هذا الرجل الصادق صادق فعلا فأقول لله دره وتعظيم سلام له ولكل الأبطال أمثاله الذين مستعدين أن يحاربوا العوثيين حتى لو اعترف بهم العالم كله حياتي لكم ترجمة نانسي قنقر